سنوات من الإهمال، طمصت العديد من الروائع المعمارية في أماكن عديدة من قلب الوطن على مدار عقود، وعلى رأسها المحطة الملكية للملك فؤاد والتي أنشئت في عهد الملك فؤاد الأول عام 1934 بكفر الشيخ. من هنا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بالحفاظ على التراث وأحيائه وتحويله للمنفعة العامة دون المساس بجمالياته وروحه التي تحمل عبق التاريخ. وعلى الفور بدأ العمل على تحويل المحطة الملكية بكفر الشيخ لمكتب بريد بعد رفع كفاءتها وتطويرها وترميمها لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة. وأيضاً خدمات مصر الرقمية للمواطنين بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات والنقلة. مخطة كامل لإنشاء محلات تجارية ومباني إدارية وعيادات وصيدليات بالأراضي الملاسقة للمحطة وبنفس الطراز المعماري الخاص. تم وضعه لخدمة أهالي مدينة كفر الشيخ كهدية من الحكومة لأهالي كفر الشيخ. ليس هذا فحسب، بل تم الالتفات لكنوز الهيئة القومية للبريد الزاخرة بالعديد من المباني والتي تحمل قيمة تاريخية وثقافية في مختلف أنحاء الجمهورية. حيث تم وضع خطة لتجديد هذه المباني وتطويرها مع الحفاظ على طرازها المعماري وتزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وذلك لاستخدامها كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وأيضاً خدمات مصر الرقمية للمواطنين. ترجمة نانسي قنقر